بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في شرح الدرس الثاني من الوحدة الثالثة من كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الفصل الأول تحدثنا في الدرس السابق عن السنة النبوية وتعرفنا على تعريفها وعلى أنواعها أيضا من سنة فعلية وقولية وتقريرية وصفة خلقية أو خلقية والدرس الثاني الذي بين أيدينا يتحدث عن أهمية السنة النبوية ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة باتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى إنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ في بداية الشرح يوجد نشاط صفحة 41 نذكر ثلاثة أمور جاءت مجملة في القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية المثال الأول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم هنا ظاهر الآية تقول أن السارق والسارقة عند سرقتهما يتم قطع يديهما جزاء بما كسبا ويقتضي هنا القطع القليل والكثير وظاهر الآية يقتضي ما لم يحدد ما يتم قطع اليد فجاءت السنة النبوية تبين أن حد السرقة وغيره من الحدود لا تقوم الحدود إلا في المساجد وفصلت أيضا أنه لا يقام الحد إلا في وجود شبهة وكذلك لم تبين الآية اشتراط الحرز أي أنه موجود ضمن حرز أم غير موجود ضمن حرز حرز ولم تبين أيضا من مكان القطع ولا من نوعه هل هو ما ليسارع إلى الفساد أو لا يسارع إلى الفساد في المثال الثاني أيضا قوله تعالى وأقيم الصلاة فهنا لفظ الصلاة لا يعرف المراد منه ولا يعلم المطلوب منه لأن إقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة واحدة أو عدد من الصلوات وقد تحدث أيضا بطرائق مختلفة وجاءت صفة الصلاة في السنة مجملة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي انتهينا من حل النشاط سننتقل إلى شرح الدرس بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد خاتم النبيين لماذا؟ هاديا للناس وحتى يرشدهم إلى طريق الخير ويوضح لهم أحكام الإسلام وشريعته وقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وسنته هي التي تشرح القرآن الكريم وتبينه وتفصل أحكامه وواجب المسلمين التمسك بسنته واتباع هديه أيضا علاقة السنة النبوية الشريفة بالقرآن الكريم ما هي العلاقة بين السنة النبوية والقرآن الكريم؟ السنة النبوية هي وحي من الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم وكانت سنته الشريفة شرحا له وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هنا جاء القرآن الكريم جاءت السنة النبوية مفصلة للقرآن الكريم لما فيها من معاني وأحكام وتنقسم السنة من حيث علاقتها بالقرآن إلى سنة مؤكدة وسنة مفصلة السنة المؤكدة لما جاء في القرآن الكريم ومن أمثل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر ببر الوالدين فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وجاءت السنة النبوية تؤكد على أهمية بر الوالدين ومن ذلك أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحصن الصحبة فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك هنا السنة النبوية جاءت مؤكدة لما في القرآن الكريم يعني يوجد لدينا آية من القرآن وأكدتها بحديث عن أهمية بر الوالدين في السنة النبوية السنة المفصلة لما جاء في القرآن الكريم من أمثل ذلك أن آيات القرآن الكريم أمرت بالصلاة والزكاة والحج وجاءت السنة فبينت أعمال الصلاة ومواقيتها وواجباتها وسننها وقالت صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي وكذلك بيّنت السنة النبوية الأموال التي تجب الزكاة فيها وأنصبتها ومقدار الواجب فيها وفي الحج أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلم منه المناسك فقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه إضاءة صفحة 42 النصاب ما تعريفه هو مقدار إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة ولا تجب في أقل منه أي أن النصاب يكون محددا ويجب إعطاؤه بأكمله وإن قل يعد نقصانا في الزكاة ثالثا سنة تذكر أحكاما لم ترد في القرآن الكريم سنة لم يرد فيها أحكام بالقرآن الكريم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير والذهب على الرجال وحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها أهمية السنة النبوية ما هو أهمية السنة النبوية؟ للسنة النبوية أهمية كبيرة في بيان أحكام الإسلام ومن ذلك واحد تعرفنا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأفعاله نين كما تبين معاني القرآن وتشرحه ثلاثة وهو التطبيق العملي للإسلام ودونها ومن دونها لا يمكن أن نعيش الإسلام في واقع الحياة أربعة وأخيرا أننا نحتاج إليها في علوم الدين كلها كالعقيدة والتفسير والفقه والأخلاق وغيره إضاءة صفحة 42 ثبت عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بجميع الأخلاق الموجودة في القرآن الكريم ننتقل إلى حل أسئلة التقويم صفحة 43 السؤال الأول أبين أنواع السنة من حيث علاقتها بالقرآن الكريم أولا سنة مؤكدة سنة مفصلة سنة تأتي بأحكام جديدة السؤال الثاني أذكر دليلا على وجوب العمل بالسنة النبوية الشريفة قال صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا السؤال الثالث أمثل على كل مما يأتي واحد سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم على بر الوالدين حيث قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك سنة مفصلة لما في القرآن الكريم تفصيل السنة لأعمال الصلاة والزكاة والحج السؤال الرابع وضح المستفاد مما يأتي ألف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هنا أن السنة تشرح وتفصل القرآن الكريم با قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه هنا تدل على وجوب العمل بالسنة النبوية جيم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى هنا كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وحيا دال قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي هنا أن السنة النبوية مفصلة للقرآن الكريم السؤال الخامس أبين نوع السنة الواردة فيما يأتي من حيث علاقتها بالقرآن الكريم ألف بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنصبة الزكاة هنا تعد سنة مفصلة للقرآن الكريم با أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر تعتبر سنة مؤكدة للقرآن الكريم جيم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج هنا سنة تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم السؤال السادس أوضح أهمية السنة النبوية في مجالي ألف تفسير القرآن الكريم وبا دراسة العلوم الإسلامية بداية ألف حيث فسرت آيات القرآن الكريم في آية بر الوالدين با دراسة العلوم الإسلامية حيث بيّنت ووضحت ما هو حلال وحرام والمناسب لديننا السؤال السابع والأخير إذا سمعت من يدعو إلى اكتفاء بالقرآن الكريم وترك السنة النبوية فماذا تقول في الرد عليه نقول له أن السنة النبوية هي شارحة ومفصلة وتؤكد أحكام القرآن الكريم وأيضا تأتي بأحكام جديدة لا توجد في القرآن الكريم لذلك لا يمكن للإنسان المسلم أن يستغني عنها وبذلك نكون قد انتهينا من حل أسئلة التقويم صفحة 43 وتعرفنا في هذا الدرس وهو الذي بعنوان أهمية السنة النبوية على علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم وقسام السنة النبوية من حيث علاقتها بالقرآن إلى مؤكدة ومفصلة وسنة آتية بأحكام جديدة ومن ثم تعرفنا على أهمية السنة النبوية وختمنا ذلك بحل أسئلة التقويم نلقاكم في درس آخر إن شاء الله أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حكفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة